خلييني أقول لك إنه الأستاذ عبد العايز مخيون أكبر من وصفه بإنه الفنان والنجم الكبير الأستاذ عبد العايز مخيون هو مدرسة في التمثيل وفي الفن المصري والعربي مدرسة لها خصوصيتها هي يعني هو مش من ابناء المدرسة ده تقدير المتواضع مش من أبناء مدرسة فلان أو المدرسة العلانية, هو مدرسة وهو واحد من أبناء لو صح التعبير برضو في تقدير المتواضع طيار الواعي. الفنان المثقف الواعي يدقق فيه القضايا الداخلية والقضايا العامة وقضايا الاقليم. يمكن تكون الايديولوجيا بتلعب دور. يمكن لأ خلي ده في اطار الاسئلة منورنا ازاي حضرتك؟ الله يخليك ويبارك فيك وكل عام واحنا جميعا بخير ومصر كلها بخير وعايز اقولك يعني انا شاكر انت عطتني الكثير. خالص بالعكس اولا انا فرحان بحاجتين اول حاجة ان احنا كنا من حوالي سنة اتكلمنا في التليفون وبعدين احنا على الهوى هنا هو وهين بقول لحضرتك انا اسف انا بطول. قلت لأ يوسف طول انت ابننا يعني فمش مشكلة خالص والحاجة التانية واحنا دلوقتي قلت لي ياه يا يوسف انا شفتكش ان انت صغير قلت لك اه يا دوب بعد ما بطلت بالشرطة مباشرة يعني ازاي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. فده بالنسبة لي شيء رائع وعظيم وفخر لي ان احنا نقعد ونعمل مع بعض هذا اللقاء. انا يمكن كنت بتكلم على مسألة الثقافة والوعي والايديولوجيا دول بيلعبوا دور في مصاري الفنان؟ يلعبوا دور بالتأكيد لان الفنان الممثل بالذات يعني بيحتاج معلومات غزيرة وبيحتاج معرفة وبيحتاج قراءة في شتى فروق المعرفة عشان يعرف يتعامل مع الشخصيات اللي بتجيله اما الممثل اللي هو ينقصه هذا العلم او هذه المعرفة حيتناول شخصياته تناول سطح بس عايزة اقول لك حاجة في ممثلين في الجيل اللي سبقنا يمكن ما كانش عندهم هذا القدر اللي احنا نتكلم عنه من السقافة والمعرفة لكن كان عندهم موهبة خارقة تمكنهم انه هم يعني يدخلوا في اعماق الشخصية ويتقمصوه ويجسدوه بشكل كويس لكن برضو كانوا على شيء من العلم والدراية